زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفتن أكثر من اليوم في مكة الشركة الأكبر صح والغينة والرقص والنسى والشرب الخمور صح يطفون عراء وغيره رجل واحد النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام يدعو لله الله سبحانه وتعالى اختارك أن تكون في هذا الزمن صح أمر كتب الله عليك حتى يرى ماذا تصنع ليس لك علاقة بالسلطان بالحاكم بأسالة التواصل هذا مولع علاقتك أنت علاقتك أنت أن الله وضعك في هذا الزمن حتى يعلم الله ماذا تصنع وهذا الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعى اللي تقدر عليه لازم تصنعه احنا مشكلتنا اليوم فيه أشياء نقدر عليه وما نصنعها صح صح تقصير كبير بس الله نعفو عني وعنكم يا رب إذن هذا إشكالي الشيخ لماذا يشتهد أهل الباطل في باطلهم ونحن لا نشتهد إلا من رحم الله صح؟ إذن فيه تقصير ترجمة نانسي قنقر